هذه المرة العدمان الإسرائيلي يتم بمباركة دولية برعاية دولية بضوء أخضر دولي خاصة أمريكي وغربي ليس فقط دعم ولكن أيضا حماية وتوفير كل الدعم لإسرائيل ما يحدث الليلة من هجوم بري هو جاء بإطار استفراد إسرائيل بغز الموضوع تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس إلى مبدأ تنفيذ مخططات ضغط بري وجوي وبحري أنت تتكلم على الآن كما قال نتانياهو قادت رسم الخارجة مرة أخر بمعنى القضية ليست فقط موجهة لدى حماس ولكن القضية والمسألة هي مرتبطة بالقضية الفلسطينية أين حماس إلى الآن 21 يوم وكل الضحايا مدنيين ونساء وأطفال لا حديث عن أسرة من قيادات حماس لم تحقق إسرائيل مبتغاها من هذا الهجوم على أهالي غزة هدف لهذا العدوان الإسرائيلي ليس فقط حماس هو في ظهر حماس وقدرات حماس لكنه في بطنه هو في حقيقة وكل وسائل العالم الغربية يتحدثون عن حماس لكن ما يحدث على أرض الواقع مخالف لهذا مخالف طبعا وما يحدث الآن هو يريد أن يخلي شمال قطاع غزة تماما ترجمة نانسي قنقر